في مثل هذا الموسم من كل عام تشهد المناطق الساحلية الغربية موجة من أمراض الحميات التي تنهش أجاد البسطة عشرات الحالات يومياً تتكدس في المستشفيات والمراكز الصحية المتواضعة وضع كارثي يعجز معه المسؤولون عن مواجهة الجائحة نظراً لإنعدام الإمكانيات المطلوبة في مديرة عبس وحدها تتحدث المعلومات عن آلاف الإصابات بالحميات قصوصاً الملاريا وما يسمى التهاب الصفائح في الثالث والعشرين من الشهر الجاري كانت منظمة أطباء بلا حدود قد أعلنت عن ارتفاع عدد الحالات المشتبه إصابتها بحمى الضناك في مستشفى عبس خلال الأسابع الستة الماضية حيث سجلت تسعمائة حالة مئتان منها خلال أسبوع واحد في اليوم نفسه نشرت صحيفة المصدر أونلاين إلكترونية نقلاً عن مصادر محلية في عبس أن الحوثين أغلقوا عيادات أطباء بلا حدود في عبس أخلها لاستقبال جرحاهم القادمين من جبهة حيران شمال محافظة حجة وخصصوا عيادات خارجية غير مؤهلة لاستقبال المرضى المصابين بحمى الضناك لا يحصلون فيها على العناية المناسبة وفقاً للمصدر إلا أن أطباء بلا حدود قالت عبر حسابها في الفيسبوك إن مستشفى عبس الريفي المدعوم منها لا يزال مفتوحاً لعلاج المدينة الذين يعانون من حمى الضناك والأمراض الأخرى وإن فرقها استقبلت أكثر من خمسة آلاف حالة في غرفة الطوارئ في الجانب الآخر من تهام أيضاً يمكن الحديث عن كارثة مشابهة تتمثل في تزايد حالات الإصابة بأمراض الحميات في مديرة حيس والتحيط والخوخة وما حولها ففي حيس وحدها استقبل مستشفىها الريفي خلال سبتمبر الماضي نحو أربعة آلاف حالة نصفها إصابات ملاريا وحميات تصنف بأنها التهاب صفائحة دموية الوضع كارثي بكل ما تعنيه الكلمة الأمر الذي يدق ناقص الخطر ويفير الأسئلة عن جدية المنظمات الدولية المعنية بالجانب الصحي للقيام بواجبها في ظل عجل الحكومة عن التصدي لهذا الوضع المؤسس